أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلّق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلّ الله البيع وحرّم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نكمل ما كنا بدناه فيما يتعلّق بقصة الخضر وموسى عليهما السلام قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها وأصل الضمير هنا أن يقال استطعماهم لأنه مرّ ذكر أهل القرية ولكن الله عز وجل لقال استطعما أهلها بالتصريح لا بالإضمار وقد ذكر جماعة من المفسرين أن سبب ذلك أن أهل القرية كانوا قد بلغوا من اللؤم والبخل شيئاً ليس بالقليل فجاء التصريح بذكر أهل القرية مرتين في سطر واحد من القرآن على سبيل الذم لهذا الفعل وهذا يوضّح لك أن البخل ليس من صفات المؤمنين بل إن أهل الإيمان من طبعهم الكرم مع المسلم مع الكافر مع القريب مع البعيد مع الحبيب مع البغيض مع الرجال مع النساء مع الصغار مع الكبار فالمؤمن من طبعه أنه يكرم من أتاه ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يسمى بأب الضفان وكرمه أحد الأسباب التي جعلت الله عز وجل يختاره خليلاً له وهذا من مبتلى الله إبراهيم به فجعله للناس إماماً بسببه وهو الكرم فالله عز وجل يحب من عباده مكارم الأخلاق ويكره سفسافها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع وتلحظ هنا أن التاء جاءت ما لم تستطع وفي ختام القصة ما لم تستطع فهنا زيادة في التاء وهنا نقص في التاء فتنبه إلى ذلك ما لم تستطع عليه صبراً أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هؤلاء قوم فقراء يعملون في البحر في الصيد وفي استخراج ما في البحر من الحلي ونحو ذلك فأردت أن أعيبها الآن فعل الخضر هو تخريب لهذه السفينة فنسب الأمر إليه وإن كان بوحي من الله نعم ولكن الفعل منه فلما كان على صفة الإفساد تأدَّب مع الله فنسب هذا الإفساد إليه لا إلى الذي أمره به فقال فأردت أنا أن أعيبها وكان وراءهم ملك الأصل هنا أن يقال وكان أمامهم ملك لأن قال وراءهم ملك لأن الملك كان في جهة يأتون إليها لا في جهة هو يطهردهم ليأخذ سفينتهم لا وإنما كانوا سيأتون إلى هذا الملك فيأخذ السفينة فالله عز وجل جعل فعل الملك هذا بما أن من مر به أخذ سفينته جعله كالذي يطارد الناس في حقوقهم فيغصبهم هذه الحقوق فقال وكان وراءهم مع أنه هو أمامهم لكنه بما أنه يطاردهم ويغصب حقوقهم جعله كالذي يركض وراءهم من أجل أن يأخذ ما تفضل الله عز وجل عليهم به من النعمة والرزق فعبر بهذا بورائهم حتى يتبين لؤم فعل ذاك الملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي سفينة صالحة يأخذها غصب فإذا إذا عطبت هذه السفينة وأعيبت هل سيأخذها لا فكان هذا الفعل من صالح أولئك الفقراء وليس من الإضرار بهن فإذا ظاهر الفعل خطأ لكن باطنه هو عين الصواب قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا قد علم الخضر بأن هذا الغلام سيكبر وأنه حينما يكبر سيكون فاسدا ويأمر والديه بالكفر وكان يحبانه أشد الحب فخشي الخضر على الوالدين أن يستجيب لهذا الإبن الكافر فيدخلان في النار فقال الخضر وهو يتبين الآن الفعل الذي ينبغي أن يفعله هو حتى ينقذ هذين الوالدين مما قد يضطره الإبن إليهم إلى الأب والأم فقال لا بد من قتله إن قتله الآن وهو غلام هل سيدخل النار هذا الغلام لا لا لأنه ماذا مات صغيرا قبل أن يكلف ثم بعد ذلك سيأمن الوالدان مما علمه الخضر من الله عز وجل أنه إن عاش سيجرهما إلى الكفر فلو تأملت الآن في الخيارات الممكنة هنا إما أن يبقى الإبن فيكفر الوالدان وإما أن يترك الإبن فيقتل بعد أن يكبر فيدخل النار كافرا وإما أن يقتل صغيرا فيدخل الجنة ولا يضر والديه بدعوتهما إلى الكفر والخروج من الدين فتأمل في الثلاثة تجد أن الأخيرة هي أولاها وأفضلها وهي ما ينبغي أن يفعله من علم علم الخضر ولكن هذا مما خصه الله عز وجل به فهو يبين لما فعل ذلك قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين فخشي على إيمانهما من ابنهما فخشينا إذا كبر أن يرهقهما طغيان وكفرا يطغى عليهما ثم قد يجرهما إلى الكفر فأردنا كما قال الخضر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قال هنا فأردنا لأن القتل لا ينبغي أن يجتهد فيه إنسان من نفسه ولا حتى أن ينسبه إليه لوحده فعبر بالجمع هنا هو قتل ولكن القتل أمره عظيم قال فأردنا أي أن الله أراد وأنا فعلت ولا يكون هذا أبدا من جهتي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أن يعوضهم الله عز وجل بابن آخر هو خير من هذا زكاة طاهر وأقرب رحما أقرب إلى صلة رحمهم إلى صلة الرحم لهما وأن يكون أرفق بوالديه أما الأول فكان سيطغى عليهما وسيكون عذابا بالنسبة لهما قال بعد ذلك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما الجدار هذا كان لغلامين لاثنين هذان الغلامان كان أبوهما صالحا قال ابن عباس أبوهما هنا هو جدهم السابع الجد السابع كان له لهذه العسرة صالحا كان جدهم السابع صالحا فانظر إلى العمل الصالح كيف يصل إلى الذري حتى وإن تطاول النسب بين الأحفاد والأجداد وهذا ليس بمستغرب وكلمة الأب في القرآن تطلق ويراد بها الأب المباشر وتطلق ويراد بها الأب غير المباشر وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك لو سقط هذا الجدار وهما صغيران لجأ الناس وأخذوا هذا الكنز فرحمة من الله عز وجل أن يقيم الجدار إلى أن يبلغا فإذا سقط الجدار بعد مدة طويلة من الزمن كان الغلامان في تمام القوة يستطيعان أن يدافعا عن كنزهما فكانت هذه هي رحمة الله عز وجل لهما إذن فعل الخضر لهما من قبيل ماذا؟ من قبيل الرحمة لكن من قبيل رد الإحسان إلى الأب الصالح فمن كان صالحا فهو حقيق بالإحسان فأراد أن يقوم بفعل فيه إحسان لرجل صالح قد خبره وعرفه أنه ممن عده الله عز وجل من الصلحاء من عباده ورحمة من ربك وما فعلته عن أمري وهذا دليل على أنه نبي يوحى إليه ما فعل ذلك كله من أمري من جهتي وإنما هو من الله ذلك تأويل ما لم تستطع لما كان قبل البيان جاءت تستطع لأجل أن الأمر ثقيل لم يتحمله موسى بعد البيان خف الأمر فخفت الكلمة وهذا من المعلوم في لغة العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى والنقص في المبنى يدل على نقص في المعنى فتستع هنا لما خف على موسى خف اللفظ كما خف المعنى على موسى عليه السلام ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا بعد ذلك ذكر الله عز وجل الفتنة الرابعة ولكن قبل أن ندخل إلى الحديث عنها أذكر لكم مفتاح النجاة من الفتنة الثالثة فتنة العلم ما مفتاح النجاة منها يلا نضع جائزة الحساب الإخوة في المسجد الله عينهم علينا لا ليس التواضع لا يعني الصبر الصبر أحسن تبارك الله فيك الهدية مني أن أدعو لك أن يرزقك الله علم القرآن ويجعلك وذريتك مباركين أينما كنتم وجميع ذرار المسلمين ولا يحرمنا ربنا بفضله وكرمه من هذا نعم الصبر أما تلحظ أن كلمة الصبر تكررت كثيرا؟ تعال معي قليلاً ماذا يقول الله عز وجل؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يسأل قال إنك لن تستطيع معي إيش؟ صبراً ثم قال وكيف تصبر على ما لم تحط به؟ خبراً ثم قال قال ستجدني إن شاء الله إيش؟ صابراً ولا أعصي لك أمر كل الكلام صبر الصبر عن ماذا؟ عن وساوس الصدور بالفخر والخيالاء إذا كنت عالماً فإياك أن يقع في قلبك ونفسك كبر بسبب حاجة الناس إليك الناس تسألك الناس تتصل عليك الناس تحتاج إليك الناس تثني عليك الناس يقبنون رأسك الناس يقدمونك في المجالس فإياك ثم إياك أن لا تصبر على وساوس القلوب هذه فاقبض عليها اقبض عليها قبضاً شديداً اصبر على وساوس الشيطان في هذا الباب وأرغم نفسك على التواضع والتذلل للعلم بالصبر تستطيع أن تمنع وساوس الصدر تمنع التكبر والتجبر الذي يقع في قلوب كثير من أهل العلم وبالصبر تستطيع أن تتواضع وأن تذل وأن تنكسر بين يدي من تتعلم منه علماً أيًا كان هذا العلم هذا هو مفتاح النجاة من فتنة العلم وهي الفتنة الثالثة الرابعة وهي فتنة الجاه والسلطان والملك هذا رجل أو امرأة له جاه ملك أو وزير أو مدير تعليم أو رئيس إدارة أو امرأة عندها خادمة في البيت أو رجل عنده أربعة أولاد في بيته المهم أنه يكون عنده من يأمرهم من تحت يده مزارع عنده عشر من العمال في إدارة عنده ثلاثة أربعة من الموظفين أيًا كان بما أنه تحت يدك أحد فأنت مخاطب بهذه الفتنة تريد أن تنجو من هذه الفتنة بيّن الله عز وجل لك الفتنة وكيف تنجو منها فقص الله عز وجل علينا الآن قصة رجل فتنة في مسألة الجاه والملك والسلطان لكنه نجى من هذه الفتنة كيف نجى؟ هذا ما سنأتي إليه بإذن الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى ذو القرنين رجل صالح آتاه الله من الملك ما آتاه ما اسمه لا نعلم هل هذا هو اسمه؟ اسمه ذو القرنين لا ندري هل هذه كنية له؟ لا ندري من هو من ملوك الأرض؟ لا ندري وأين حكم في الأرض؟ لا ندري وحكم من؟ لا ندري كل ذلك لا ندري ولا يضرنا أن لا ندري ولو كان ينفعنا لأدران الله عز وجل به في كتابه ولذلك السؤال عن مثل هذه الأمور إنما هو كما ذكرت لك سابقا من ملح العلم يعني من كماله الذي لا يضر الجهل به قال ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى يعني بعض الذكر وليس كل الذكر إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا هذا هو الخبر الذي أخبر الله عز وجل به عن ذو القرنين إنا مكنا له في الأرض هذا رجل أعطي مكنة في الأرض مكنة شديدة جدا ولذلك هنا لما يأتينا إنسان آتاه الله ملك على دولة وهذه الدولة كبيرة أو دولة صغيرة فليتنبه هذا الذي ملك جزءا من الأرض أن هناك من ملك قطعة من الأرض كبيرة ملك ثلث الأرض وأكثر من ذلك ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل به لينظر في حاله فنجح في هذا الابتلاء فلا تغتر بما يؤتيك الله عز وجل من أنواع الملك سواء كان هذا الملك على دولة كوان هذا الملك على وزارة كان هذا الملك على أهل البيت كان هذا الملك على العمال تنبه سلمك الله وحاذر أن تفتنى في جاهك وما يؤتيك الله عز وجل من السلطان فيقول الله هنا إنا مكننا له في الأرض أعطيناه مكنة كبيرة جدا وآتيناه من كل شيء سببا السبب هو العلامة السبب هو العلامة التي يهتدي بها إلى ما يريد يريد أن يرحل فيخرج لو فرضنا أن هذا الملك مثلا كان يحكم العراق باب القديم فأراد أن يرحل إلى الصين فإذا أراد أن يرحل لا يحتاج إلى من يدله الطريق ونحو ذلك لا علامات يمشي فيجد أمامه علامة يريد أن يذهب إلى اليمن يجد أمامه علامات جعلها الله عز وجل إشارات يريد أن يرحل إلى مصر إلى تركيا جعل الله عز وجل أينما سلك في طريق علامات يهتدي بها يحتاج إلى ماء تأتي العلامات فتدله على أن الماء هنا يحتاج إلى ماء ذهب تأتي العلامات فتدله على أن الذهب هنا يحتاج إلى زراعة فلاحة إلى أي شيء جعل الله له عز وجل من كل شيء سببا كل شيء يحتاجه هيئ الله له هذا السبب الذي يصل به إلى ما يريد فأتبع سببا أخذ يتبع هذه الأسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة الآن أين وصل في مسيره هذا وصل إلى مغرب الشمس يعني إلى المكان الذي تغرب الشمس عنده أين هذا المكان لا ندري لكن يحتمل يحتمل أن يكون مثلا المحيط الأطلسي لأن هناك جهة الغرب آخر ما يعرف الناس من الأرض المعمورة في ذاك الوقت هناك لأن هذه يعني أرض اتصل بعضها ببعض فقد يكون هناك وذكر بعض المفسرين أنها إنما هي الأرض التي على ساحل بحر قزوين تعرفون بحر قزوين الذي على حدود روسيا من الشمال نعم ومن جهة الشرق كازخستان ومن جهة الجنوب أوزباكستان ومن جهة الغرب أدريبيجان وإيران وأيضا شيء من إيران من جهة الجنوب هذا بحر قزوين بحر مشهور كان يسمى بحر الخرز قديما نسبة إلى القبيلة التي كانت تسكن قريبا منه فقال بعضهم هناك لأن ذاك البحر منتن من ذاك الوقت وحتى لو قرأت في تواريخ المسلمين يسمون تلك الجهات بالأرض المنتنة هكذا يسمونها في كتب التاريخ لما؟ لأن البحر مغلق وهو بحر أسود فيه من المعادن وفيه من الكائنات ليس فيه من الأسماك اللذيذة التي تؤكل لا وإنما فيه ما لا تقبله النفس ولذلك لما كان مغلقا كان أشبه ما يكون بالبحر الميت وهو أيضا من المعلوم قديما أنه بحر نفط حتى كانت يعني كانت الزيوت تنبع من أطرافه نبعا هكذا فلذلك انتشر السواد من حوله وأصبحت الأرض القريبة من منتنة من ذاك التاريخ فلذلك قالوا بأنه حينما قال وجدها تغرب في عين حمئة أنه كان من جهة الشرق على حدود بحر قزوين فلما جاء إلى جهة الشرق هذا وكان البحر هكذا فيرى الشمس كأنها تغرب في هذه العين الحمئة والحمئة معناها الطين الماء الذي اختلط به الطين مع شوائب جعلته أسودا حمئة يعني ماء وطين وسواد فإذا اجتمع هذه الثلاث يقال عن هذا الطين بأنه حمئة فالله عز وجل يقول وجدها تغرب في عين حمئة كأنها تدخل في ماء هذا وصفها وليس المقصود هنا أن تغرب في وسط العين لا يعني لا يرد هذا إلى ذهنك أبدا فليس المقصود أن الشمس تغرب في داخل هذه العين لا وإنما هو حينما يراها يراها كذلك تغرب في مثل هذه العين وهذا هو الذي يناسب هنا فيما يتعلق بتفسير قول الله عز وجل في عين حمئة فإن أقرب هذه العيون في ذاك الوقت إلى هذا الوصف هي عين بحر قزوين أسأل الله عز وجل أن يحرمنا من الزلل وأن يجعلنا ممن يتدبر آيات القرآن ويفهم مراد الرحمن منها إنه ولي ذلك والقادر عليه قال الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما كنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الله عز وجل امتحنه الآن هنا بهؤلاء الناس إما أن يعذبهم وإما أن يتعامل معهم بالحسنة خيره الله عز وجل ابتلاءا وفتنة لذي القرنين فقال ذو القرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وهنا نجح ذو القرنين في هذا الامتحان من جهة أنه لم يتعامل مع الناس كل الناس على صنف واحد وعلى طريقة واحدة لا لأن هذا لا يصلح في الملك ولو أنه تعامل معهم بالحسنة والرحمة جميعا لا فسد حال الناس الذين حكم فيهم ولما صلحه للملك ولما نجح في اختباره فمن رزق سلطانا ورزق ملكا ورزق جاها لا بد وأن يتعامل بشيء من الحزم الذي لا يخرجه عن حد العدل فإن الرحمة هنا مفسدة فذو القرنين قال أما من ظلم هذا سنعذبه ثم يرد إلى ربه فالله عز وجل يتولى أمره يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا هؤلاء الذين لم يسيئوا بل أحسنوا فله جزاء الحسن سنعطيه الحسن مقابل إحسانه وسنقول له من أمرنا يسرى بمعنى أننا نتجاوز حتى لو أخطأ عن بعض الأخطاء سنتجاوز عنه ولذلك كان من تمام سياسة الناس أن من ظلم لا بد وأن يعاقم وأن من أحسن إذا أخطأ في بعض أحواله فإن من الحكمة أن تتجاوز عنه أن تغضى الطرف عنه وهكذا بهذه الثلاث يجتمع كل أسباب صلاح الحكم بأن تكون أولا حازما مع من طغى وتجبر وظلم وبغى على الناس بغى على رب الناس تجاوز حدود الله تجاوز على حقوق الناس هذا لا بد أن يؤدب عندك اثنين من الأولاد واحد منهم عفريت ودائما ما يعتدي على الذي أصغر منه هذا قوي وكبير وهذا أصغر منه في السن وأضعف منه في الجسم فيأتي هذا القوي لذلك الصغير فيضربه يعتدي عليه يقطع ملابسه يأخذ ألعابه فإذا كنت كلما جئت إليهما قلت للكبير هذا المعتدي آه يا حبيبي يا شاطر ما يصير كذا عورت أخوك ما يعني ما يكون كذا دائما فتبدأ تتكلم مع ابنك الكبير الذي يعتدي على هذا الصغير بهذا الأسلوب فسيظل هذا يعتدي على ذاك ما يصلح هذا النوع من التعامل أبدا في الدين نام مرة عن صلاة الفجر نام مرتين عن صلاة الفجر نام ثلاث مرات عن صلاة الفجر في المرة الأولة قلت الله يا عافيك يا أوليدي يا شاطر يا حبيبي أنت ما شاء الله عليك والله يحفظك وفيك خير وتحفظ من القرآن وكذا قال طيب أبشر وأقوم للصلاة ثم المرة الثانية نام والمرة الثالثة نام تقوم للصلاة ما في فائدة فما تظل كل مرة تقيمه للصلاة يا حبيبي ويا شاطر ويا عيني وعساك تقوم والله يحفظك لا المرة الأولة ماشي الثانية ماشي الثالثة يلا الصلاة قبل الصلاة قال لك طيب يوبا طيب أقول لك قم ترى والله ما أحسن لك قال طيب يوبا طيب خلاص خلاص تسجعت بعد الصلاة لقيت نايم في الفراش ما تسوي هنا أكيد عندك خزرانة فوق الثلاجة أكيد لابد فتأخذ الخزرانة وهو نايم على السري ثم من وراء بس ما يقوم مع الظهر حتى ما يقول لا من وراء كذا تعرف من وراء ما معنى من وراء وتلزخ وحده كذا قم أقول لك صل قل والله شوف مرة ثانية أقومك للصلاة وما تقوم ترى ما أم تكلم معك شوف الخزرانة ترى المرة بسيطة الثانية بتشوف كيف تكون أو مثلا في الدراسة كسلان جاب لك شهادة وتعبانة وكلمت وحاولت فيما فيها ومرة ثانية ومرة ثالثة وشهادة تعبانة ما يصلح يا ولدي الدراسة زينة وأنا حب تكون شاطر والله إن اجتهدت ونجحت ترى بهديك لابتوب وإن جبت درجة زينة ترى معها أيضا جواله ما ما يصلح الكلام هذا دائما هذا لحد ما نفع مباشرة دخل في الغرفة تسك الباب انتوا إياه ثم طلعها افتح حدك يا يوبا وما يوبا أقول ما فيه يوبا يا يوبا وتلزخ ثنتين ثلاث ثم يتأدب ويتعلم وما ينساها جل فصل الثاني وترواقف يذاكر ومجتهد جاب لك درجات زينة قل والله يولدي يحب راسك وتستاه وهذه خمسمائة ريال هذه هدية جوال هذا بس ما تستمر في حياتك كذا تضيع وتكون أسأت في السلطان والملك الذي أعطاك الله عز وجل طيب هذا الجزء الأول من العدل الثاني من أحسن أخي لا بد أن تكافئ على إحسانه صلى الفجر ما شاء الله ما فوت يبر بوالديه جيد في دروسه لا بد أن تحسن إليه وقد قال هنا ذو القرنين قال فله جزاء الحسن وبعد وكلمة حلوة وسنقول له من أمرنا يسرى فلا بد من ذلك ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا هذه المرة الحال اختلف مضى إلى مطلع الشمس شروق الشمس وقد قيل إن هذا إلى حدود بحر اليابان هناك من جهة الشرق والله أعلم المقصود أنه إلى جهة في الشرق أين هي لا نعلم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يعني ليس لهم بيوت يستترون بها عن الشمس ولا ملابس تستر أجسادهم عن الشمس لا بيوت ولا ملابس حفاة عرات من دون مساكن ولا ملابس تقيهم هذه الشمس ما تعلموا في جاهلية جهلا فلما وصل إليهم قال الله عز وجل هنا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرى ما ذكر ما الذي جرى بينه وبينهم لكن المعتاد في مثل هذا الملك العادل أن يعلمهم كيف يبنو مساكنهم وكيف يخيطون ملابسهم فلن يتركهم هذا الولي من أولياء الله لن يتركهم من دون أن يبين لهم ما يصلح من أحوالهم ثم قال سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بين السدين أي بين جبلين وهذان الجبلان اختلف أهل العلم كثيرا في مكانهما والأقرب أنهما قريب من منطقة أذريبيجان من يعرفها التي هي في الشمال الشرقي لتركيا قريبا أيضا من بحر قزوين فأذريبيجان يحدها من جهة الشرق بعض حدودها تركيا ومن جهة الغرب بحر قزوين هذه المنطقة منطقة عالية جدا والجبال فيها لا تكاد يعني تطال من علو قممها وهي منطقة شائكة ومن تأمل في العالم ونظر في كلام المؤرخين وما ذكروه في هذا الجانب يحتمل احتمالا كبيرا جدا أن هذا السد الذي وصل إليه ذو القرنين أن يكون هناك والله أعلم كان هناك أو لم يكن فالأمر في هذا يسير ولكن قال الله عز وجل حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قبلهما من دونهما يعني أقرب منهما قليلا قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني ما يعرفون لغة يتحدث بها ذو القرنين ومن كان معه لغتهم غريبة عجيبة لا يعرفها هذا الملك ولا من كان معه مع كثرة اللغات التي يعرفها يعرفها قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هؤلاء من كانوا بعد السدين القوم هؤلاء دون السدين وبالنسبة ليأجوج ومأجوج بعد السدين فقالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هل نعطيك أعطيه خراج نفرض لك شيئا نقدمه لدولتك وبساطك فقط من عجل أن تبني شيئا يحول بيننا وبينهم لأنهم قد آذونا وأفسدوا وقتلوا فنريد من يبني بيننا وبينهم ما يمنع من دخولهم إلى أراضينا فقال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير ما أريد منكم مال ما أعطاني الله عز وجل من المال خير مما عندكم بكثير لكن أعينوني بقوة أريد رجال وعدد ومواد أستعين بها على بناء هذا السد فأعينوني بقوة فالقوة هنا يراد بها أمور الثلاثة الرجال والعدد والمواد أجعل بينكم وبينهم ردما ولم يقل سدا والفرق بين الردم والسد أن السد إنما هو عبارة عن جدار جدار يفصل بين شيئين هذا يسمى سد حينما أقول مثلا هكذا هذا يكون سد بين هذه الجهة وتلك الجهة أما الردم فليس كذلك الردم لا يكون إلا متتابعا شيء فوق شيء ولذلك سمي ردم لأنه يدفن هذا ردم ثم ردم آخر فوقه ثم ثالث ورابع وخامس ردم بعضه فوق بعض فلا يسمى في لغة العرب ردما إذا كان جدارا هكذا مصلة ولذلك قالوا في صفة بناء هذا الردم أنه عبارة عن جدارين وبينهما هذا الحديد الذي صبه ذو القرنين بين الجدارين فكان عبارة عن جدار وجدار بينهما مسافة ثم جعل ذو القرنين شيئا بين هذين الجدارين هذا يسمى ردم في لغة العرب نعم هذا مما يسمى ردما في لغة العرب سواء كان على هذه الصفة أو على تلك الصفة المهم أن الذي بناه ذو القرنين هو ردم وليس بسد والفرق بينهما في لغة العرب معلوم قال آتوني زبر الحديد زبر بمعنى قطع حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين رأس الجبلين هنا سد وهنا سد فجاء إلى رأسي هذين الجبلين فبدأ يبني يغطي هذا الفراغ بينهما حتى وصل إلى رأس الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين الصدف هو رأس قمة الجبل قال انفخوا هاتوا بالحطب وبالقطر ثم أشعلوا النار قال انفخوا حتى إذا جعله نارا اشتعل هذا السد هذا الردم اشتعل نارا قال آتوني أفرق عليه كطر فلما اشتعل واحتمى بالنار صب من فوق ذلك صب عليه القطر وهو النحاس المذاب فلما صبه عليه التحم هذا النحاس التحم بكل هذا الردم من جهتيه من هنا وهناك فأصبح أملسا لا يستطاع أن يرتقى عليه وأصبح شديدا لا يستطاع أن يخرق فحقق المنعة لهؤلاء القوم من خلال هذا الردم العظيم الذي بنى آتوني أفرق عليه كطر فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا من فوقه وما استطاعوا له نقبا أيهما أشد استطاعوا أو استطاعوا استطاعوا أشد خطأ وللأسف لأن المقام هنا مقام ماذا نفي ليس مقام إثبات ففي حال النفي ينقلب الأمر فنفي ما فيه نقص في المبنى يدل على نفي أي قدرة وإن كانت ضعيفة ونفي ما فيه زيادة في المبنى يدل على نفي تمام وكمال القوة فلما قال فما استطاعوا أن يظهروه كان يشق عليهم مشقة بالغة أن يصعدوا فوق هذا النحاس الأملس الذي أذيب فوق هذا الردم ما استطاعوا ذلك أبدا بالنسبة أن يظهروا من فوق الردم أما بالنسبة للنقب فثبت عند الترمذي أنهم يعملون في هذا النقب فكلما نقبوا وكادوا أن يصلوا قالوا نعود من الغد فنكملوا ما بدأناه من الحفر فلا يقولوا إن شاء الله فإذا عادوا من الغد وجدوا الردم عاد كما كان ما خرقوه في هذا السد يعود من الغد كما كان قبل أن يحفروا فيه فما زال هذا حالهم حتى يأتي زمن خروجهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نقبوا قالوا نعود فنتموا ما بدأنا به إن شاء الله إن شاء الله فيأتون من الغد فيجدونه كما كان فيكملون حفرهم فيظهرون إلى الناس فإذا النقب أهو بالنسبة لهم أما الظهور فلم يستطيعوه مطلقا قال بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا دكاء يعني محطم لا قيمة له لأنهم ينقبون من تحته ويخرجون ثم تأتي الساعة فينهدم هذا السد هذا الردم ينهدم وتتغير الدنيا بما عليها فقال ذو القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا تدكدك وانتهى وكان وعد ربي حقا ثم قال الله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هذا الآن المقطع الأخير من سورة الكهف انتهى ذكر الفتن وهذه الفتنة الرابعة وهي فتنة الجاه والسلطان والملك النجاة منها بالعدل والعدل هو ما بيّنته لك بمراتبه الثلاث بعد هذا ذكر الله إجمالا لمسألة عظيمة جدا لها تعلق بالفتن العظيمة التي من تعرض لها أهلكته فقال الله سبحانه وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فمجمعناهم جمعا هذا في يوم القيامة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وتكلمنا عن عرض النار على الكافرين ثم وصفهم سبحانه وتعالى فقال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أعينهم مغطات لا يبصرون حقائق الكون وكانوا لا يستطيعون سمعا سمعهم إنما يسمعون كما تسمع البهائم تسمع آذانهم من دون سمع قلوبهم وهذا هو سمع سائر المخلوقات البهيمة لو تصوّت لها تسمع لكن ليس هذا هو السمع الذي يسمعه العقلاء وإنما العاقل يسمع بأذنه ويسمع بقلبه فنفى الله عز وجل عنهم السمع النافع مع أن السمع الذي لكل ذوات الأسماع باقٍ بالنسبة لهم ولكن ما الفائدة إذا لم يستعملوا سماع القلب مع سماع الأذن فإن موعدهم عند الله عز وجل النار والعذاب فلا فائدة لهذه الأسماع إن كانت مآلات الأمور بالنسبة لهم إلى خزيٍ ونارٍ وشنارٍ عند الله عز وجل بعد هذا نبَّه الله عز وجل على قضيةٍ من أعظم القضايا التي ينبغي أن يتفطن لها كلُّ تالٍ لسورة الكهف وهي أعظم فتنة تمرُّ على البشرية قاطبة من دون استثناء أعظم ما يُفتن به كلُّ أحد هو ما نبَّه الله عز وجل عليه في الآيات القريبة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علماً ينوِّر بصائرنا ويحفظنا به جل وعلا من كل فتنة اللهم إنا نحتمي بك فياربي يا كريم لا تكلنا إلى أنفسنا احفظنا من شر الدنيا احفظنا من شرور الخلق في الدين والدنيا يا كريم أنت مولانا لا إله إلا أنت أنت إلهنا لا نعبد إلا أنت سبحانك نلجأ ونصمد إليك فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك ولي المؤمنين سبحانك لا إله إلا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر